اولى ضيوفنا اللي نحب نرحب فيهم اليوم في اولى فغراتنا رح يكون ضيف مميز عنده مشروع وسوى تطبيق جدا بسيط وجميل لم مجموعة مشروعات في مشروع واحد وخلت تطبيق جدا سهل رح نتعرف اكثر عن هذا التطبيق اللي يسمى مشروع تطبيق شروة لعبدالله الماجد المدير العام والشريك في المشروع مسا عليك بالخير مساكم الله بالخير ومشكورين على هذا اللقاء يهلا مرحبا فيك اكيد سعاداء بوجودك ويانا بداية يمكن تكلم زميلي بدرة عن التطبيق والمشروع وشد انتباهي من خلال دردشة بسيطة قبل الهوى فيريت نتكلم اكثر واكثر ونعرف مشروع تطبيق شروة حلو تطبيق شروة وهو تطبيق على الاجهزة الذكية يجمع لكم في مكان واحد اغلب المشاريع والمنتجات المحلية في الكويت احنا في بداياتنا احنا نحاول ان نكون منصة البيع الالكترونية المفضلة عند الجميع وان المستخدم يجد متعة في التسوق من خلال تطبيقنا حلو من وين اتلكم الفكرة عبدالله فكرة المشروع احنا بصراحة يمكن خلال حديثنا راح نتكلم عن فترة البداية وشذي لكن احنا بدينا صلنا تقريبا شهر لكن الفكرة وطبختها مثل ما يقولون وشغلنا كلها كان قبل سنتين من اليوم قاعدنا فكرنا ان في بعض الثغرات اللي تصير بالسوق والمشاكل او حتى بعض الحاجات اللي تصير عند الناس انت تدور من خلالها شلو ممكن توجد حل حقهم من خلال الفكرة من خلال المشروع تسهل عليهم حياتهم وتكون انت جزء من حل مشكلة اللي يواجهونها في حياته فاحنا صراحة فكرنا قلنا اشلون ممكن هذه المشاريع اللي موجودة في مثلا في انستجرام او في اي اماكن تواصل اجتماعي اشلون ممكن احنا نرتبها ونخلي هذا السوق منظم ومرتب حيث ان العميل اللي يقدر يلقى المنتج اللي يحاب انه يشتريه في مكان واحد وبطريقة سهلة وممتعة حيث انه يستمتع وهو قاعد يشتري فما يصير مجرد بس عرض للمنتجات عرض يعني صامت لكن همن تجربتك تكون ممتعة فيها ممتاز اذا مشروع جدا جميل اكيد ويمكن حللت مشاكل وايد للمستهلك اللي يحاب انه اكيد يدش وياخذ شغلة او انه يتنقى بشيء بسيط وسهل والحين التكنولوجيا عندنا صارت بين الايادي فالواحد يقدر يدش وينطقي اكيد المشروع او خنقول الاعلان اللي بالفعل يحس انه هو واثق من مستقيته ويدش وياخذ اللي يبي انزل المنتجات انت تكلمت ان المشروع يضم عدة منتجات شن المنتجات اللي ممكن انا دش تطبيقه مشروع شروع وحصلها موجودة كون انه احنا في بداية انطلاقتنا خلال تقريبا شهر فاحنا قاعدين نشوف شنو اكثر المنتجات اللي يحب العميل يكون فيه موجودة بالتطبيق وهم ان اونلاين يقدر يشتري منها عن طريق الانترنت فكثر ما نقدر احنا قاعدين نسوي دراسات وحتى اجتماعاتنا مثلا مع العملاء وحتى مع البايعين بحيث انه نطلع بصورة وايد واضحة شنو اهم شغله هما يحتاجون فاحنا بالبداية وجدنا ان مثلا الحلويات هي جزء كبير مثلا من يومياتنا واجتماعاتنا وحتى قاعداتنا ان هذا شي مطلوب وايد موجود فقاعد نحاول كثر ما نقدر ان نجمع افضل المشاريع اللي موجودة في الكويت والمنتجات اللي ملوتهم يعرضونها عندنا في التطبيق بحيث ان العميل اللي يقدر يختار ما بين خيارات عديدة وما يعني ما يتوح على قولتهم في مكان يضيع فيه وترتيب معين طبعا انتم قسمين اقسام كثيرة مثل ما قاعدين نشوف معانا في التوبوكس في عندنا قاعدين نشوف التطبيق فهو فيوريتنا نتكلم عن التطبيق هذا عبدالله طبعا المجالات حاليا اللي موجودة متوفرة حاليا هي مجال الحلويات في مجال السلطات في مجال الالكترونيات واكسسواراتها وان شاء الله قريبا نفتح اكثر من مجال من هالمجالات على حسب حاجة السوق وشون الناس تبيه ان تكون موجودة في الانلاين طريقة وايد سهلة انت ممكن تدش وتعرف مثلا مباشرة تبحث عن المنتج اللي انت تبيه فرح تلقى فيه خيارات عديدة والحلو بالموضوع ان التطبيق وايد سهل في الاستخدام وتصميمه وايد مريح بحيث ان انت وانت قاعد تتسوق همن تكون مرتاح ومستمتع به شيء ما تكون متنرفز مثلا وشيء فعندنا همن خدمات ثانية ان اي طلب انت ممكن تطلب من طريق التطبيق احنا نوصل لك ليه عندك في البيت ممتاز انت عندنا الحين طبعا يعني خلقوا هالابليكيشن هذا والموقع لكل الاجهزة طبعا يقدرون ينزلونا احنا حاليا موجودين كتطبيق شروة موجود حاليا بالابل ستور احنا شغالين ان شاء الله حق الاجهزة اللي تشتغل عن نظام الاندرويد ان شاء الله قريب ان يكون موجودين فممناسين هم احنا ممتاز لكن احنا شغالين بحيث ان نقدم لهم احسن خدمة ان شاء الله حلو حلو يعني بدر احنا لاحظنا بعد الاكل والحلو عدمان نفسهم نزيد عندنا نبيض دايت اكثر شيء الصلاطات وهالامور هذه صحيح ان شاء الله همن احنا حاطين في بالنا ان شاء الله المنتجات اللي احنا نقدر نسميها بين قوسين الصحية مثلا اللي يكون استخدامها ما يكون مثلا كالوريز عالي مثلا او بالنهاية هو العميل وهو يختار وهو الشيء اللي يناسبه وهنا نقدم لها اكثر خيارات في مكان واحد نعم الاطعمة بشكل عام تكون قاعدين نشوف فيها تقسيمة وعدة ابلكيشنات قاعدة توفر يعني فيه اللي مختص في الحلو فيه اللي مختص في المعجنات فيه اللي مختص في يعني انواع كثيرة من الاطعمة والاكل لكن اليوم قاعد نشوف ابلكيشنكم اللي وفرتوه كلها البلكيشنات او كلها البروفايلات هذه كلها الاكاونتات يمعتوها في مكان واحد العميل اليوم تسهله بانه هو يشوف المنتج قدامه ويشتريه في كل سهولة من ابلكيشن واحد هذا الشيء يمكن سهل العميل انه يتواصل بالضبط انت غالبا بالتسوق مثلا لو تروح مثلا كمجمع مثلا غالبا راح تلقى اختيارات عديدة مش رايح حق مثلا اختيار واحد فانت ممكن تشتري والله قطعة مثلا هدوم مثلا تشتري تأكلك مثلا مطعم مثلا معين فهذه الاختيارات هذه على حسب انت حياتك اليومية هي جذي تسوقك مثلا اللي قاعد يصير فانحنا قاعدين نحاول كثير ما نقدر ان نوجد هذه الوسيلة بالتسوق لكن مكان واحد بتطبيق الالكتروني وانت بالبيت انت تقدر تختار اللي انت تابعه ومن اكثر من بايع في مكان واحد اكيد كل مشروع ناجح في وراء اكيد ناس قاعد تشتغل انا اسميهم جنود مميزون يعطون عطاء لا محدود مبدعين اكيد قاعد يتابعون الموضوع خنقول بشكل جدا جميل عشان يحرصون اكيد على جودة جودة البضاعة نفسها او جودة المشروع نفسها انتم شباب كويتين قاعد يرون هالمشروع هذا الكويتي اشان تقدرون تنسقون بكم خصوصا اذا ياكم مثلا خنقول كم هائل من الطلبات اكيد في متابعة في تنسيق ما بين بعضكم فاشان تتم ادارة هالعملية بضلط احنا الحمد لله يعني قادرين ان احنا يعني من البداية ان احنا كنا فريق متناسق مع بعض وكل واحد عنده تخصص معين وماسك مهام معينة في المشروع فهذا قاعد يعطي انسيابية ومثل ما تقول تنسيق وايد ومرونة في العمل فكل واحد ماسك تخصصه ومبدع فيه وانحنا بنهاية بالبداية فقاعدين ان نتأمل ان شاء الله على نجاحات ان شاء الله جدام ويتوسع المشروع ان شاء الله مع كبر الفريق ان شاء الله مع كبر الأعمال اللي قاعد تصير مع كثر الطلبات مع كثر المشاريع اللي حابة تشارك معنا هذا كله قاعد يكبر مع بعض فاحنا حريصين صراحة ان احنا نقدم خدمة متميزة وبهالطريقة احنا نضمن ان الناس مرتاحة من ناحية اللي قاعد يشتري وحتى البايع مرتاح من مكانه بحيث ان انا قاعد اوفر لأفضل وسيلة حق البيع الالكتروني فاحنا صراحة يعني فريق شوية صغير بالبداية لكن قاعد يكبر ان شاء الله مع الوقت بحيث ان نحرص ان نقدم افضل خدمة يبتدي في فريق بسيط عدد صغير لكن يكبر مع الوقت اذا في نجاح طبعا هذا الشيء من غرضنا في نجاح اذا نجاح يكبر الفريق هذا ويوصل من مشروع صغير الى مشروع كبير وهذا بداية كل مشروع لنجاح طيب انت والحين سويته الابلكيشن هذا انا بيعرف يعني ودي اعرف ايضا السادة المشاهدين شنو الفايدة اللي انت اليوم سويتها الابلكيشن اكيد كلفك وقت اكيد كلفك مادة عشان انت تسوي الابلكيشن هذا ان الناس تستخدمها فيما بينهم حلو في طريقة تقليدية بالتسوق خاصة اصحاب المحلات او المشاريع اللي موجودة بالانستجرام طريقة تقليدية غالبا راح يحتاج انه يتوصل معاك بالتليفون ويسألك اسئلة مكررة في حساباتك مثلا كم السعر موجود ولا موجود الكمية ولا توصل هالمنطقة ولا ما توصل هالاسئلة هذه الشايعة اللي دايما قاعد تصير بحسابات المشاريع حتى المحلات الكبيرة هذه قاعد تسبب انه في وقت وجهد قاعد ينبذل من الفريق بحيث انه يردون على العملة يردون على استفساراتهم البسيطة اللي هي المفترض ان تكون متوفرة في كل مشروع شبكة التواصل الاجتماعي انستجرام مش مخصصة حق الإي كوميرس حاليا فانت احنا حوبرناها وخليناها انه في مشاريع اعتبيع لكن انا حطيت نفس الانستجرام في تطبيق لكن تقدر تشتري منه مباشرة وفوق هذا لو احتجت ان انت تتواصل مع صاحب المشروع فانا هم من وفرت خدمة محادثة داخل الابليكيشن بحيث ان يصير فيه شات بينك وبينك لو استفسرت عن اي شغلات غير المتوفرة موجودة بالبرودكتيتيز بالتفاصيل المنتج فانا قاعد اوفر حق العميل معلومات اللي هو يحتاج ان يعرف عنها وفوق هذا هم من قاعد اوصلها لبيتهم في الوقت اللي هو هم من يناسبه فهم من العميل يختار الوقت اللي يناسبه عشان يتوصلها بمدة محددة فانا هم من قاعد اوفر لهذه الخدمة فكثر ما ان انت وفرت خدمات متكاملة في مكان واحد رح يحس العميل ان هذا المكان هو المكان المناسب اللي انا ممكن اشتري منه فعلا وهذا اللي نتمنى ان نكون ان شاء الله هذا اللي يميزكم ان شاء الله عن باجر مشاريع في انكم لكم طريقة معينة في انكم التعاملون فيها مع العميل وتسدون حتى احتياجاته حتى يمكن الاستثارات او الاسئلة اللي يسألونها اكيد تجيكم بعض الاراء طبعا مشاهلا عندنا الشعب ذويق اكيد باختياراته فتيكم بعض الاراء من العملاء خصوصا يتعاملون معكم بهالمشروع هذا فشن هي اهم الاراء اللي يتيكم فيهم اللي يقولون لكم مثلا والله نبي المنتج هذا يريد توفرونه لنا او يعني لو تعدلون شغلة مثلا خقول الفلانية فشن يتم التعامل معهم احنا حريصين وايد صراحة ان نسمع من عملائنا يعني بكل الطرفين اللي هو البايع والمشتري والعمل نفسه فاحنا توصلنا بعض الملاحظات وبعض الاقتراحات في تحسينات موجودة بالابلكيشن حتى مشاريع ممكن احنا مفروض تشارك معانا مثلا يحبون ان يتكون موجودة احنا فاتحين الباب حق اي اقتراح واحنا نقيم هذه الاقتراحات بناء على تكرارها بناء على اهميتها كلهم مهمين بس انا قصد اولوية وجودها الحين مثلا ولا بعدين ممكن نأجلها احنا عندنا مجموعة وايد كبيرة صراحة من التطويرات اللي احنا نتمناها تكون موجودة بالتطبيق وان شاء الله تكون قريبة على الابديت اللي يكون قريب حق الابلكيشن احنا نقيمها طريقتنا نقعد مع بعض نشوف شنو الشيء اللي اكثر اهمية ومحتاجينة مثلا العمل في هذا الوقت فاحنا نضيفها الشغلات الثانية اللي احنا ممكن نقدر نأجلها شون نطورها مثلا وتصير باحسن صورة تطلع حق العميل فاحنا وايد حريصين صراحة ان نطور من موضوعنا مو يايين بمشروع مثلا نقطة شذي على هالشكل هذا ونقنع فيه المشروع احنا من بداياتنا بدينا بناء المشروع مع قعدتنا مع العملاء مجموعة ومجموعة من البايعين وسمعنا منهم آراءهم فاحنا بنين خطوة بخطوة شروة من خلال تواصلنا معاهم مباشرة بحيث ان انا ما والله قعدت حطيت فكرة بالي مثلا وييت اقنعت الناس فيها لا بالعكس انا بنيت من حاجة الناس وهذا اللي هم محتاجين بالسوق انه يكون موجود دراسة متأمية صحيح صحيح فهذين انتكلم عن آلية الطلب انا اليوم بطلب من الابلكيشن فهل هناك آلية معينة تخليني انا اطلب من الابلكيشن مالكم هو خطوات وايد سريعة وبسيطة خلال الاقل من دقيقة انت ممكن تطلب من الابلكيشن ويوصل لك طلب تقريبا خلال ساعتين من جهوزية مثلا البرودكت اللي موجود فخطوات وايد بسيطة تختار شنو المنتج تحطه بالسلة مالة المشتريات تضيف عنوانك طريقة الدفع ووقت التوصيل اللي انت تحتاجه والعنوان ثابت العنوان رح يثبت لك من اول عملية بيع وانت عالق وتمعيش تعيش حياتك وتطلب وتشيل بالسلة شنك قاعد تتسوق بالسوق لكن وفر لك الوقت والمجهود بانك انت تطلع ما شاء الله احنا ما نبي نقول ان احنا ما نطلع بعض الاحيان مع الجو يكون حار ما يبي يطلع يروح يشتري لشيء معين يكون ناقصة عن طريق الابلكيشن هذا توفر لك هالشيء وتسهلك بانه يوصل لك للبيت بطريقة سهلة وسليمة ممتاز يعني ما بيسئلك سؤال اعتيادي بس ابي رايك الحين لمواقع التواصل الاجتماعي طبعا انا عارفه ولكل عارف ان المواقع الحين صارت هي عصب الحياة مواقع التواصل الاجتماعي هل بالفعل تحس ان هي وسيلة سريعة فان الواحد يقدر يتسوق ويخلص كل الشغلة منها والله اذا من ناحية تسوق في بعض الناس حطوا حلول مثلا معينة حق العملاء مثلا حقهم ووجدوا انه طريقة وايد جيدة مثلا ان انا اوصل حق صاحب المشروع واسئلة مثلا او اعرف عن منتجاته لكن في شيء مفقود اللي هو ان شلون انا ممكن احول هذا الكم الكبير من الفلوورز الى مبيعات اذا كنت انا صاحب مشروع فانا اقول لك تعال شروة وهذا رح يكون الحل المناسب ان شاء الله لك نتحول هذول المجموعة شرفنا في لقائك اليوم متواجدك ويانا هذا شيء كبير بين انتوا تدخلوا مثلا المشاريع الكبيرة لكن ابي منك رسالة توجهها لسادة المشاهدين والشباب اللي حابين يبتدون في مشروعات في بدايتهم انا بصراحة يمكن تكلمت قبل هذه الفقرة عن الشجاعة انا صراحة واجهت يعني موقف وايد مهم في حياتي ان انا انتقل حق مشروع بهالشكل هذا من خلال وظيفة بعدين انا انتقل واتفرق هذا الموضوع انا حسيت ان خطيت خطوة صراحة خطوة شجاعة عند كثير من الناس اللي ممكن يتخوفون لا انا اقول لهم والله ترى اول ما انت تبدأ بهالخطوة هذه الجريئة تحس ان مجالات الحياة وايد تفتح لك وتتوقع ان قبل ان انت كنت عندك خيارات بس محدودة في حياتك لكن بعدين تتلقى ان الخيارات وايد كثيرة بحياتك تقدر تختار للناس بك الحمد لله كل شكر لك عبدالله على وجودك ويانا وهذه شجاعة جدا جميلة اكيد منك ونتمنى من الكل اكيد ياخذها اكيد عبرة ويكون شجاعة بحياته وعليكم هلا هلا بمشروع شروة ديشوا وتسوقها واختاروا المنتج اللي يتابونه قواك الله ان شاء الله من هلأ على يا رب قواك الله طبعا قبل لا نختم مع ضيفنا نحب بس نذكر في الانستجرام انستجرام ضيفنا عبدالله الماجد شنو بس انستجرامكم شروة نزل تونا حطينا ايضا مرة ثانية على الشاشة موجود لستاذ المشاهدين اللي حابين انهم يتواصلون مع هذا الابلكيشن ويشوفون شنو اللي يناسبهم في من مشتريات وانت قاعد ببيتك فشي سهل هذا كله كان في حلقتنا نشكر وجودك ويانا مرة ثانية عبدالله الماجد نطلع فاصل مشاهدين ونرجع نتعرف على ضيف فغرتنا الثاني شكرا